ده أنا عايز أرجع له في إطار أنه أنا شايف أن الدراما اتطورت كتير جداً في مصر في منتصف 22 وصولاً لنهاية 23 بس هنا هرجع على الموسيقى أنا عندي صناعة دراما وضحة يعني طول عمري وده ما فيش فيه خلاف واتطورت جداً زي ما كنت بكلم مع عربي نفس القصة عندي صناعة سينما عائل أفلام بقى هيا كوميرشل أفلام مهرجانات زي ما بتقل قصة ولا مناظر على رأيه نيدي دي قصة تانية لكن في المزيكة أنا كان عندي صناعة وأعتقد ما بقتش صناعة أنا بكلمنا عن منطقة بالكامل مش مصر مصر أنا لازلت مقتنع أنها اللي بتصنع ترند الموسيقى وتطورها في المنطقة بس أنا كان عندي صناعة أنا كان عندي منتجين للموسيقى والغناء في مصر ما أصبحش عندي منتجين أصبح يوسف بيغني فبيعمل شركة إنتاج لنفسه ده مضر ولا مفيد؟ أنا شايف أنه هو مفيد على فكرة يعني أنه هو بيدي حرية أكتر للمطرب أو الفنان زايد أنه هو بيدي له كمان حرية أنزل سينجل أنزل آلبوم مش مقايد بحاجة احنا كمان بيبدأ نفهم شخصيات المطربين يعني زمان كان فيه فنانين أو مطربين سر نجاحهم هو المنتج بتاعهم اللي بيختار لهم ويقول لهم يغنوا إزاي ويغنوا إيه حتى ما كانش فيه ثقافة موسيقية عندهم يعني كان هو حتى يقول ده بعد عن فلان بعد عن المنتج الفلاني فالكرف بتاعه بدأ ينزل أو بعد عن المنتج المعروف معروفين بعد عن نصر بعد عن سيد محسين بعد عن واكز فمهم أن الفنان يبين شخصيته أصلا أنا بشوف أن برضو الفن حاجة ذاتية فمهم أن الفناني أن ما فيش حد يتحكم فيه حاجة بيحركه هو بقى يوريني إلا عنده فعلا بس ده ما يخلقش سوق عشوائي يعني ما هو غير منظم يعني المنتج في النهاية يبقى فيه عنده رؤية للسوق عنده رؤية لطريقة التوزيع عنده رؤية للمواسم على رأي ما كنا بنتكلم دلوقتي مع رمي على السينما عنده رؤية للغنوة دي هتضرب دي مش هتضرب دي هتشتغل دي ما تشتغلش دي تنزل صيف دي تنزل شتاء دي أغنية الأفراح دي أغنية الليل الملاح دي بتاعت المصيف كلام من ده لكن النهار ده لما أنا أسيب الدفة في إيد المطرب في أصبح المطرب هو المنتج وهو الموزع ووجود البلاتفورمز فهو اللي بيتعاقد طب ما فيش طب ده أنا هنزل على الشانل بتاعتي على اليوتيوب وأحصول أرباح يعني ده ما يخلقش شكل من أشكال العشوائي والإتعاد عن فكرة الصناعة في قاعدة دائما بتقول إن السوق بيزبط نفسه في قاعدة مشهورة أنا عارف إن أنت ممكن تتفق معي وتختلف بس هي بالتجربة والخطأ السوق هيزبط نفسه أنا كنت بسمع حوار قريب لفنان الفنان رامي صابري بيتكلم فيه عن إنه هو لما ابتدى ينتج لنفسه هو من واحد من أكتر الفنانين اللي تسمعوا السنة دي بالمناسبة نجوم السنة وغنيته اللي هي يمكن خير دي أنا بعتبر أغنيات السنة إن هي الأكثر انتشارة على كل المنصات هو كان بيقول أنا أنا كان مضحوك علي في موضوع إن أنا مع شركات إنتاج ده عم أجربت أنتج وأحط الأغنية على اليوتيوب والأغنية تجيب عائد وكده اكتشفت إن أنا بكسب أكتر هو بيتكلم حتى من ناحية مادية حتى هو نجمه بدأ يعلى لما بدأ ينتج لنفسه يعني فأنا شايف إنها أوكي هتظلم ناس بس هتفيد ناس تاني رايش هاتي مجروحة في ده بس يعني رامي صبري أمو أنا جزء من الشركة اللي كان بتنتج لرامي بس أنت بحبه يعني لكن في النهاية فأش هاتي مجروحة فمش أعلق على ده شركة دي وفي تات شركات أنتجت لهم أنا عارف لكن اللي أنا عايز أقوله إنه دايماً وجود شركة أو وجود شركات معناها صناعة أنت متخيل لو العالم ما فيهوش مصانع وفيه مجرد ورش فردية عمر ما الصناعة هتتطور صح؟ بعتقد ده أيضاً في الموسيقى بعتقد ده أيضاً في السنة بس دالي عشان المزيقى نفسها صناعتها بقت سهلة ده عشان كيها رجعنا فكرة الإغراق تاني هو دي عصلاً مثل صحب ينزل في السنة 77 أغنية بس فيش حاجة أعلمت عشان الماكنة شغالة ماكنة بس فيش حاجة أعلمت بس أنا هنزل عشر أغاني في السنة ده هيبع عندي فرصة أصبر حين المعيار بتاعي العائد المادي مش إن الأغنية تعلم وتعيش ولا لأ المهم هب هات الفلوس والدراما لأ صناعة صناعة مكلفة وصناعة بتخش فيها عناصر كتير قوي يعني التتر اللي بنقراه في آخر المسلسل أو آخر الفيلم ده ده بيكون جيوش لكن الأغنية دلوقتي حتى صناعتها من الناحية التقنية الماكنة خلاص يعني الماكنة يعني يعني الزكاية الاصطناعي مثلاً احنا بنسمع و بنشوف وده دلوقتي هو أصلاً حتى يعني كل حاجة ممكن تتعامل بأن أنت تقول الماكنة بس تعمليلي إيه يعني فيه برامج دلوقتي على توزيع أنت بتماليه السولو بتماليه يعني بتعمله مين اللي هيعبش ريط يا سيمة زجانجي أنا هتعبديت قوضك أنا عايز سولو جيتار بيعمل كده وتقوله اللي هيعمله فأنا هقضع الكمبيوتر أصبط كل اللي أنا عايزه خلاص بأصبح في عندي غنوة الحاجات دي موجودة دلوقتي فهو حتى من ناحية الصناعة والإنتاج المزيكة مختلفة عن السريمة وال كان نفسي تطميني